مطابق لمواصفات المحتلين محقق لرغباتهم منفذ لخططهم هذه الشروط يجب أن تتوفر في كل رئيس حكومة في العراق منذ أن تقاسم الإيرانيون والأمريكان النفوذ في البلد وتوازع حصصهم فيه وبنفس الشروط جاء مصطفى الكاظمي واستطاع أن يمرر حكومته في أحلك الظروف وأصعبها وبين ليلة وضحاها ينقلب معارضوه إلى مؤيدين له وتختفي الأصوات المهددة والمطالبة بإخراجه من اللعبة السياسية ثم تتوافق أكبر بين أقوى اللاعبين في الساحة العراقية أمريكا وإيران صحيفة ميدل إست إي تكشف عن صفقة سرية بين واشنطن وطهران نتج عنها تعين الكاظمي حيث وافقت طهران على دعم رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي مقابل إطلاق بعض الأموال المستهدفة بالعقوبات الأمريكية قبلت أمريكا بهذا المطلب وبادرت إلى خفض التصعيد العسكري في الخليج وإلى غض الطرف فيما لو قامت دولة أوروبية بإطلاق بعض الأموال الإيرانية التي جمدت عندما بدأ تطبيق العقوبات الاقتصادية تشبه الصحيفة مصطفى الكاظمي بنور المالك في حكومته الثانية حيث تم التوافق عليه أمريكيا وإيرانيا بعد معترك سياسي حاد وجولة مساومات ومباحثات بين المحتلين تشابه من حيث ظروف تعيين الرجلين يقود إلى اتفاق بسلوكهما من حيث السعي الدائم لإرضاء أمريكا وإيران للحفاظ على هذا المنصب حكومة جاءت باتفاق خصمين لا يجمعهما ويفرقهما إلا المصالح وليس لها سند شعبي أو ركيزة وطنية ستبقى عرضة لأي اهتزاز للعلاقة بين الفرقاء اللاعبين في الساحة العراقية